اشتركوا في القناة والماء وحتى برضو الامراض بدأت تنتشر بطريقة كبيرة وطبعا الاغنياء سابوا كوكب الارض المريض الفقير ورحوا يعيشوا في المستعمرة اللي صنعوها في الفضاء وكل احدث التكنولوجيات والرفاهيات موجودة هناك في الفضاء ولكن في الارض مفيش غير الامراض والناس الاغنياء دي بتعامل الناس اللي موجودة على الارض معاملة حقيرة جدا لانهم شايفين انهم الافضل والاحسن في كل حاجة ومن الناحية التانية بنلاقي واحد اسمه ماكس وهو طفل يتيم اتربى في داري الايتام وكان بيحبوا واحدة اسمها فريك كانوا من وهم صغيرين بيلعبوا مع بعض وبيتفرجوا حتى على المستعمرة من بعيد مع بعض ماكس كان ليه مربي في داري الايتام سألته نفسك في ايه قال لها نفسي ان اروف الفضاء واقعد مكان الاغنياء في المستعمرة رحت المربي قالت له زي ما انت شايفهم من بعيد حاجة جميلة جدا هم برضو في الفضاء شايفينك على الارض حاجة جميلة جدا ولكن برضو من بعيد ورحت ديت له قلادة فيها صورة الارض من الفضاء ومن وقته ماكس محتفظ بها وكيبر ماكس وهو حاليا عايش في اوضة في مكان فقير جدا ولكن عادي لان الارض حاليا اصبحت كلها فقر فما فيش مكان غني لان كل الاغنياء موجودين في فوق في المستعمرة ووقتها الروبوتات اصبحت هي اللي بتسن الاحكام على البشر وبرضو تحت قيادة الاغنياء بمعنى ان الروبوت لو شك فيك ممكن عادي جدا يضربك ولو عفرت معاه ممكن يقتلك عادي جدا ما فيش اي مشاكل فماكس وهو رايح لمصنع الروبوتات اللي بيشتغل فيه الروبوتات اللي ماشي في الشارع شكت فيه وافتكر انه هو حرامي راحوا كسروا دراعه ولما ما لقيوش ان في الشنط بتاعته اي حاجة مهمة سابه ومشيه وهو راح لمستشفى عشان خاطر يعالج اللي حصل في دراعه وبالصدفة هناك ليه فري اللي كان بيحبها من هو صغير وكان نفسه يتجوزها وفرح جدا انه هو شافها وبيئة ممرضة وبعد كده فري لفت له دراعه لفت جته محترمة وسابه ومشى وراح بعد كده للمكان اللي بيشتغل فيه واللي هو المصنع ومديره هناك اتعصب عليه عشان خاطر كان متأخر ولكن حمد الله عدت بسلامه وفي اليوم التاني وهو في المصنع ماكس كان بيدخل الروبوتات جوه اوضة بتطلق اشاعات نووية مميتة علشان الروبوت يشتغل بعد التركيب ولكن وهو بيدخلهم الاوضة الباب عصلك وما كانش راضي انه هو يقفل وكان لازم ان هو يتصلح من جوه مش من بره فغصبه على ماكس ان هو لازم يخش بنفسه يصلحها فهو بيصلح الباب من جوه راح الباب تقفل عليه والاشاعات المميتة بدأت ان هي تدخل جوه جسمه وما كانوش قادرين ان هما ينقذوا لانه لازم تخلص الجرعة بالكامل بتاعت الاشاعات عشان خاطر الباب يفتح من تانين واحده وبعد ما تفتح الباب جابوا ربوتات عشان خاطر تشيله وطلعوا من هناك وبكده ماكس يبقى فاضله خمس ديام بالزبط ويموت ولكن كان رئيسا واصنع شخص متكبر ومغرور ومن الاغنيئ المتعفنين لدرجة انه ما كانش عايز ماكس يفضل علشان خاطر ما يوسخش فرشة السرير اللي كان ماكس نايم عليها المهم روح ماكس وراح عند شخص اسمه حمدي هو صراحة ما اسموش حمدي لكن انا حست ان اسم حمدي هيكون لايه اكتر على الرجل ده وهم على فكرة كانوا زمان اصحاب فماكس قال لحمدي انا بموت بسبب الاشاعات وحكى له قصته بالكامل وقال له لازم اسفر للفضاء علشان اتعالج في المستعمرة وإلا هموت بعد خمس ديام راح حمدي قال له ما تموت ويعني وانا مال انا راح ماكس مطلع المسدس وسبت حمدي وقال له يا امها تصفرني يا امها اتلك انسي تقول على حاجة حمدي فيه ناس بتشتغل معه وبيوده بعسات للفضاء للمكان الاسمه الازم واللي هي المستعمرة اللي موجودة في الفضاء وعشان خاطر يدخلوا مكان زي دا لازم يتعامل لهم كود على ايدهم مهم جدا جدا عشان خاطر يتعالجوا هناك ولكن البعسات اللي كان بيبعتها حمدي والرجال بتوعه مكانش فيه ولا سفينة كانت بتقدر انها تخش غير سفينة واحدة بس قدرت انها تدخل للمستعمرة لان كان دايما اي سفينة كانت بتحاول انها تروح للمستعمرة دي كانت بتتفجر من بعيد ابما تخش للمستعمرة عشان خاطر كان فيه واحد شغال مع المستعمرة عميل موجودة على الارض فينا الوحيدة اللي جادرت تخش الازم مفيش حد يتعالج منها غير بس بنت كانت امها شايلها لغاية السرير اللي بيشفي اي حد من غير اي حاجة. يعني تخيل ان ممكن فيه في يوم من الايام يتصانع سرير بمجرد ما تنام عليه يشفيك من كل حاجة. وعلى فكرة بس للعلم البنت دي كانت عاجزة ومش بتقدر ان هي تمشي اساسا. ولكن لما طلقت من الجهاز بقت بتمشي وتجري عادي جدا. ولكن الروبوتات وقفتهم ورجعوهم تاني وهم وكل اللي كانوا معهم في المركب تاني للارض. وفي الوقت ده كانوا في المستعمرة بيعقبوا الرئيسة بتاعتهم عشان خاطر قتلت ارواح ناس كتيرة وكانت بيتفق مع واحد اسم كروجر وهو العميل بتاعهم على الارض. وكروجر ده سفحه وبيخطف الاطفال وبيقتل الناس وعلشان كده تراضوها من منصب الرئاسة وتولى مكانها شخص تاني. المهم حابد يقل لماكس ان هو موفق انه يساعده ولكن بشرط واحد بس انه يخليه نص بشري ونص روبوت. بمعنى ان هما هيركبوله دعامة تساعده في الحركة وتخليه كمان اقوى بكتير. وكمان هيركبوله في دماغه شاشة وفلاشاية. وعلشان خاطر برضو يقدر ماكس ان هو يسافر للفضاء كان لازم انه يبدأ بالرجل التينك اللي ما كانش عايز ماكس يقعد على الفرشة بتاعته واللي كان صاحب المصنع لشغال في ماكس وخططوا وجهزوا كل حاجة واستنوا لغاية ما كان رايح بالسفينة الفضائية بتاعته لالزم. فمرة واحدة وضربوا صاروخه على محرك من المحركات بتاعت الطيارة وواحد منهم انفجر وقعت الطيارة على الارض وواحد منهم ضرب عليه نار بالغلط وبالتالي كان هيموت. واخدوا الجهاز اللي كان مركب في جسمه بسرعة ونقلوا معظم البيانات اللي كانت موجودة عنده على راس ماكس. ولكن وهم بينقول البيانات كانت رئيسة المستعمرة عرفته وبعدت لهم كروجر. وليه كروجر? لان البيانات اللي موجودة في رأس الراجل اللي غاني ده مهمة جدا جدا وسرية جدا. وممكن منها ان هما وصل لهم وبدأ ان هو يضرب فيهم يمين ويشمل بأسلحته فموتهم كلهم معادة ماكس هو الوحيد اللي اتضرب في بطنه بسكينة وبس ولكن قدر ماكس ان هو يتغلب عليه ويهرب. وراح كروجر بعد ست طيارات درون عشان خاطر التلفة حولين المدينة كلها وتدور على ماكس. وماكس طبعا كان متصاب وفيه اشعاعات وحالته زي الزفت. فكان بيستخبف اي حتة زي العبيد. والمكان اللي كان ماكس موجود فيه كانت الدرون بتدور عليه هناك راح هو استخبى تحت عربية مليانة خنازير وبعد كده الدرون ما حستش بيه فمشت. وبعد ما مشت الدرون راح هو عند المستشفى اللي شغالة فيها فري وفضل قدامها لحد ما فري طلعت منها وقال لها ان هي تساعده وانه ما يقدرش يدخل المستشفى علشان في ناس كتيرة بتدور عليه وراح اتاخذته لبيتها وهناك جدرت ان هي تساعده. وبعد ما خف اكتشف ان فري عندها بنته ان بنتها مريضة مرض ما ان هو يتعالج في اي حتة في العالم غير في المستعمرة اللي موجودة في الفضاء. المهم ماكس بيسيب البيت بتاع فري وبيحاول ان هو يمشي ولكن هو ماشي شاف الطيارة من طيارات الدرون فحاول ان هو يستخبى منها ولكن معرفش وراح كروجر عرف المكان اللي هو كان موجود فيه وراح قوله هو والرجال ابتوقوا على المكان اللي كان موجود فيه ماكس واللي هو بيت فري واخده فري وبنتها رهينة. وبعدين بتشوف ماكس راح عند عم حمدي وقال له سفرني باي طريقة وإلا هموت. وراح حمدي قال له هو للناس دي كلها بتمشي وراك وتكون عايزك باي طريقة كده. الا لو كان فيه معلومات مهمة جدا في مخك. وراح عم حمدي وصل في دماغ ماكس وجه يبص على المعلومات اللي اخدها من الراجل الغني لان هي مفتاح التحكم بالمستعمرة اللي لازم اللي موجودة في الفضاء. واللي بيها يقدروا ان هم يخلوها مفتوحة اربعة وعشرين ساعة على اي حد يجي من الارض من غير ما تقتلو. وراح ماكس ساب حمدي وخد قنبلة وراح يقابل عشان خطر يحرر فري وبنتها. وقال له لو ما اخدهوش للفضاء معاها علشان يتعالج. هيفجر دماغه. وطبعا لان لازم عاوز دماغه علشان خطر المفتاح اللي موجود فيها واللي ممكن يدمر المستعمرة. راحوا اخدوه معهم في السفينة ومعاهم فري وبنتها. ولكن عم حمدي كان حاطط الجهاز تتبع في ماكس وسفر وراهم للفضاء. المهم هو في طريق للفضاء والناس اللي معاه حاول ان هم ياخدوا القنبلة اللي في ايد ماكس راح ماكس يفجرها بالغلط. راح وش كروجر طار كله حرفيا وحرفيا كله طار. واختل توازن السفينة في الفضاء. وراح اتوقعت فوق مبنى من المبنى اللي كانت موجودة في المستعمرة بالغلط وهي بتهبط. وراح واحد من الرجال اللي كانوا مع كروجر ضرب ماكس واغم عليه. والتاني يجري ورا فري وبنتها علشان خاطر كانت بتحول تلاقي السرير تنقص بيه بنتها. فوصل لها الراجل راح صعقها بالكهرباء وخدها معها. واول ما فاق ماكس لجي ان هو متكتف وليقي زي كماما محطوطة على بقه. وموصلة باسلاك طويلة جدا تقريبا ما يقارب المتر طولها. وليقي ان فري وبنتها على جنب. وكانوا بيحاول العلماء اللي كانوا موجودين هناك ان هما يخرجوا المعلومات من راسه ولكن لقيوا ان علشان خاطر يخرجوا المعلومات من مخه لازم ان هما يموتوه لان هما هيقتلوا دماغه بالكامل. وفي مكان تاني الناس اللي كانت مع كروجر اخدوه وحطوه على سرير الالكتروني اللي بيعالج اي حاجة. وبدأوا في برنامج اعادة بناء الوش وكان وشه بعد العملية بصراحة كأن ما حصلوش اي حاجة. وبعد كده كروجر بص في المراية وقصر حتة منها واول ما جات له الرئيسة السابقة اللي كانت بتتعمل معها زمان راح ضربها بالحتة بتاعت المراية دي في زورها واخدها ورماها جنب فري. وبنت فري دخلت في غيبوبة للأسف بسبب اللي بيحصلها. وجاتت فري عشان خاطر تحاول تنقذ الرئيسة السابقة. راح يتم بعدها عنها وماتت. المهم كروجر قرر انه يروح لماكس عشان خاطر يقتله زي ما دمر وشه. وفي الناحية التانية ماكس جدر ان هو يهرب قبل ما يجيله كروجر. وكان في نفس الوقت عم حمدي والرجالة بتوع عرف يوصلوا المستعمرة. ووصلوا كمان لماكس. ورح ماكس بعت راجل من رجالة عم حمدي وورا فري وبنتها عند السرير ويحميهم. ويخليهم مستعدين عشان خاطر تعالج بنتها في اي لحظة. وماشى مع عم حمدي وقدر ماكس الواحد ان هو يخلص على الرجالة كلها بتاعت كروجر. وكروجر خلص على راجل من رجالة عم حمدي. وبعد كده كروجر جري وورا ماكس وحمدي وحاول ان هو يضربهم. وفي الاخر ماكس جدر ان هو يفجر كروجر ورما من فوق. واتنطورت حيثت كتيرة جدا من جسمه بسبب الانفجار. وراح حمدي فك كلمة السر بتاعت الغرفة الرئيسية اللي بتتحكم في لزم. واو ما دخله هناك وحاول ان هم يوصلوا دماغه بالكمبيوتر لقيه انه ماينفعش البيانات دي تتنائل من مخ ماكس وإلا هيموت. راح ماكس اخد الموبايل وكلم فري وقال لها ان هو بيحبها وكان عاوز يتجوزها وانه عمل كل ده عشان خاطرها هي وبنتها. وراح ماكس الناس على انتر ومات. وفي نفس اللحزة دخل الرئيس الجديد بالشرطة علشان خاطر ياخد عم حمدي. راحت الروبوتات لفت وقابضت على الرئيس وسابت عم حمدي. وعشان برو تفهم ايه اللي حصل من بعد ما ماكس داس على انتر هو انه خلى ان الناس الغريبة اللي على المستعمرة هي السكان الاصلية والناس اللي اصلا مكانها المستعمرة بقوا بالنسبة للروبوتات خوانة وبالتالي الروبوتات بدأت ان هي تتعامل مع سكان الارض على انهم هم الاغنياء والناس الاغنياء على انهم الناس الفقرة. وبنتي فري خفت لان ماكس داس على انتر وجدرت ان هي تخش السرير وبعد كده بنلاقي سفن فضائية محملة بالسرائل اللي فيها التكنولوجيا اللي بتخافف اي حاجة في جسم الانسان متجه للارض عشان خاطر تعالج اللاس اللي هناك على الارض وبنلاقي فري اخدت القلاد بتاعت ماكس اللي عليها صورت كوكب الارض من فضاء وبيخلاص الفيلم وبس كده سلام. اشتركوا في القناة